اهلا بكم مع مهند بن حمودة اليسارات 0505163525 اليوم هنكلمكم عن البلايزر الثلاثة وعشرين الفيسليفت تغييرات كبيرة تمت على السيارة ويلا بينا نشوفها من الداخل اول تغيير بنلاحظه على السيارة البلايزر الثلاثة وعشرين الار اس هو الفيسليفت زي ما انتم شايفين طبعا الشبكة الامامة تغير شكله ديزاين مختلف الاضاءة الرئيسية طبعا ال ا دي كامل زي ما هي كانت موجودة بس ديزاين مختلف كمان في الكشفات الرئيسية وحتى الاضاءة النهارية كمان شكلها متغير ديزاين جديد للرنج اياس واحد وعشرين استهلاك البترول لتر واحد يمشي احداشر فاصلة تسعة اضاءة خلفية بسيجنتشر جديد من الال ادي الكامل فئة الار اس زي ما احنا عارفين هي بتنزل بالخط الاحمر على السيت الاسود اهم تغيير تم على السيارة من الداخل هو الشاشة الجديدة 10.2 انش بالابل كار بلاي والاندرويد اوتو والانستار والواي فاي والديزاين الرائع للبليزر ار اس مكينة السيارة طبعا 3.6 تلتمية وتمانية حصان وتسع سرعات اوتوماتيك وتم تغيير وتطوير الجير بعدول كلتش يعني انشط واستهلاك بترول اقل استجابة اسرع على البليزر الار اس تلاتة وعشرين فيس ليفت طبعا زي ما انت شايفين اللون الاحمر بينزل تو تون السقف بلون وجسم السيارة بلون كل الالوان بتنزل زرفاقها اسود مع هذا اللون الاسود طبعا بيكون بلاك اديشن